هذا ونالت مملكة البحرين إعجاب الفعاليات الأممية المشاركة في أعمال المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة التابع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة حيث قدمت البحرين تقريرها الطوعي الأول لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 أكد سعادة السيد محمد بن إبراهيم لمطوع وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوطنية للمعلومات أن مملكة البحرين استطاعت تحقيق العديد من الإنجازات في مجال التنمية المستدامة وفي مجال الأهداف الإنمائية للألفية قبلها متكئة في ذلك على أرضها التاريخي الذي تمتد جذوره عبر آلاف السنين جاء ذلك خلال الاستعراض الذي قدمه وفد مملكة البحرين برئاسة السيد محمد بن إبراهيم لمطوع وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوطنية للمعلومات للتقرير الطوعي الأول لمملكة البحرين حول تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 وذلك خلال مشاركة مملكة البحرين في أعمال المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة الذي يعقد تحت رعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة في نيويورك وأوضح الوزير في كلمته أمام المنتدى أن التقرير يستعرض بشكل موجز المسيرة التنموية الشاملة التي يرعاها حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدة وجهود الحكومة الموقرة قد جاء التقرير شامل ومتكامل بحيث تناول كافة الجوانب التنمية سواء كان ذلك بأبدان من الترتيبات المؤسسية والالتزام على أعلى المستويات من جلالة الملك والحكومة وكذلك الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في عملية الإدماج والتوطين لهذه الأهداف والغيات في خطط الحكومة والمشاركة الواسعة التي أجرتها البحرين في عملية الإعداد هذا التقرير وهذا الشيء رأيناه اليوم ضمن الوفد المتكامل الذي مثل كافة الأطياف سواء كان مؤسسات المجتمع المدني أو الشباب أو المرأة أو الأكاديميين والباحثين أهنئ البحرين على تقريرها الطوعي الأول ونحن نعلم التحديات التي تواجهها جزيرة صغيرة كالبحرين أعتقد أن البحرين قامت بجهد كبير خصوصا فيما يتعلق بتمكين المرأة وأكد أنه خلال العقود الماضية وضعت حكومة مملكة البحرين نصب عينيها أهمية تهيئة بيئة حضارية تتوفر فيها مقومات العيش الكريم للإنسان البحريني بشكل مستدام سعداء اليوم بحضور التقرير الطوعي الأول أو الاستعراض الطوعي الأول عن التقدم المحرز في تحقيق أهداف تمام المستدام المملكة البحرين مملكة البحرين استعرضت اليوم تقدمها في مجال التعليم في مجال الإسكان في مجال الحفاظ عن نظم الإحيائية وفي مجال تمكين المرأة في عدة مجالات سراحة مثيرة للإعجاب وفخورين بها ونتطلع إن شاء الله إلى المزيد من التقدم في المستقبل تم عداد التقرير بصورة جيدة خصوصا وأنه كانت لنا زيارة للبحرين للاطلاع على مجريات عداد التقرير نحن معجبون جدا بالجهود في مجال الإسكان والتعاون مع القطاع الخاص فيه كما أكد وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوطنية للمعلومات مجددا التزام مملكة البحرين بأهداف التنمية المستدامة 2030 في تلبية احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال المقبلة على تلبية احتياجاتها الخاصة معربا عن تطلع المملكة إلى مواصلة التعاون مع المجتمع الدولي ومنظمات الأمم المتحدة للإيفاء بالتزاماتها وصولا إلى تحقيق أهداف ومقاصد التنمية المستدامة إلى ذلك فقد أشادت الفعاليات الأممية المشاركة في المنتدى بتقرير مملكة البحرين ووصفته بأنه مثال حي على تحقيق التنمية المستدامة مؤكدة تلك الفعاليات أن البحرين أصبحت نموذجا لدول العالم في الاهتمام بالإنسان ومعيشته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر